أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب السعادة والشقاء والبحث في هذه الحلقة حول الحديث الثاني وهذا الحديث سؤال يسأله سائل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والإمام يجيبه وحاصل السؤال هو أنه إن الله سبحانه وتعالى أزلا يعلم بالذين يختارون الإيمان ويفوزون بالجنة ومن الأزال يعلم بالذين يختارون الكفر ويلقون في النار فقبل أن يخلق الخلق هو عالم بمصير كل إنسان فشقاء الشقي هل هو من الله سبحانه وتعالى يعني الله علم بأن هذا الإنسان سيكون من أهل النار لذلك خلقه شقيا وسعادة أهل الإيمان الذين يعلم يعلم الله سبحانه وتعالى بأنهم سيدخلون الجنة فهل هو خلقهم سعداء بعبارة أخرى السؤال عن أنه كيف يكون الإنسان مختارا مع أن الله سبحانه وتعالى عالم من الأزل بسعادة السعيد وشقاء الشقي فهل هو الذي قدر سعادتهم وشقاءهم وكيف نجمع بين العلم الأزلي وبين تقديرات الله سبحانه وتعالى من جهة وبين اختيار الإنسان من جهة أخرى يعني فرعون الله من الأزل يعلم بأنه سيكون من أهل النار وقبل أن يخلقه قدر المقدرات من جملة المقدرات شقاء فرعون فمع ذلك العلم الأزلي ومع هذا التقدير كيف يكون فرعون مختارا حتى يصح عقابه لأن المجبور لا يصح عقابه هو ظلم إذا واحد كما مثلنا في الحلقات الماضية فيه مرض الرعاش يرتع ترتعش أصابعه من غير اختيار منه هل يصح عقابه على ذلك كلا إذا واحد ولد أسود أو ولد أبيض هل يصح عقابه على لونه بأنه لماذا أنت أسود أو لماذا أنت أبيض كلا إذا الله من الأزل يعلم بأن فرعون يكون كافرا من أهل النار ثم الله سبحانه وتعالى قدر الشقاء له لأنه كل شيء في هذا الكون إنما هو بتقدير من الله سبحانه وتعالى فكيف يكون مختارا هذا السؤال الجواب الذي يبينه الإمام عليه الصلاة والسلام بشكل مقتضب ومختصر أن العلم الأزلي ليس سببا لاختيار الإنسان صحيح الله أزلا يعلم وعلمه ليس بجهل وما يعلمه يتحقق حين الخلق قطعا ولا يتغير ذلك العلم لأن العلم هو صفة ذاتية يعني عين ذات الله سبحانه وتعالى ولا تغير في ذات الله تغير العلم معنى أنه كان جهلا والله يتعالى عن ذلك سبحانه وتعالى عن الجهل هو عالم بذاته فإذن من الأزل يعلم بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر لكن علمه سبب اختيار العبيد يعني إذا فرعون اختار الكفر ومؤمن آل فرعون اختار الإيمان هل علم الله سبب لاختيارهما كلا وقد مثلنا فيما مضى مثال إذا واحد مثلا نفرض أنه طالب كسول والآخر طالب شاطر المعلم من أول يوم السنة يعلم بأن الطالب الشاطر سينجح والطالب الكسول سيسقط في الامتحان هل علم المدرس سبب نجاح هذا الطالب الشاطر الذكي وسبب فشل ورسوب ذلك الطالب الكسول كله علمه ليس سببا لعملهم طبعا هناك فرق بين علم هذا الأستاذ وعلم الله سبحانه وتعالى أن الأستاذ قد يغفل عن بعض الأمور يمكن في وسط السنة هذا الطالب الكسول فجأة تجي محفزات ويجد فيتبين علم هذا الأستاذ بأنه هذا سيفشل كان خطأا بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو محيط بكل شيء ويعلم كل ما سيتحقق وكل ما سيتغير من الأزل يعلم بذلك لذلك علم الله دائما يتطابق مع الواقع أما علم هذا المدرس قد لا يتطابق مع الواقع لكن غالبا يتطابق مع الواقع أو الطبيب الحاذق يأتون بمريض عنده يشاهد هذا المريض يعلم بأن هذا المريض خلال فترة سيموت لأن المرض مثلا مستشري ولا يوجد علاج لذلك المرض زين الطبيب يعلم بأن هذا المريض سيموت بسبب هذا المرض هل علم الطبيب سبب لموت هذا المريض كلا العلم ليس سببا للأعمال علم شخص سببا لأعمال أشخاص آخرين علم الله ليس سببا لأعمالنا فإذن الله يعلم من الأزل الكافر سيدخل في نار جهنم لكن علمه ليس سببا في كفر هذا الكافر والله أزلا يعلم بأنه سيخلق خلق المؤمنين سيدخلون الجنة لكن علمه ليس سببا لدخولهم في الجنة هذا بالنسبة إلى العلم نحن مثلنا مثال آخر لتقريب الفكرة أيضا نحن الآن نعلم بأنه يوم غد ستطلع الشمس قطعا هل علمنا سبب طلوع الشمس كله لماذا لأن العلم ليس سببا للأعمال خاصة من ناس أو أشياء باختيارها تقوم بذلك العمل زين هسا انتهنا من العلم نجي إلى التقدير تقدير الله هذا شيء غير العلم هذا يرتبط بالإرادة والتقدير من صفات الفعل لذا التقدير لم يكن ثم كان الله لم يقدر ثم قدر لذا التقدير قابل للتغيير الله يقدر شيئا مثل عذاب قوم يونس يقدره ثم لما تضرعوا يغير ذلك التقدير إلى رفع العذاب وكشفه عنهم كما مر مفصلا في باب البداء أما العلم لا يتغير المعلوم يتغير أما العلم لا يتغير أما التقدير من صفات الفعل لذلك لم يكن ثم كان والله سبحانه وتعالى يمكن يمحو ذلك التقدير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب زين الله حينما أراد أن يقدر خلق اللوح وقدر الشقاء لفرعون وقدر السعادة لمؤمن آل فرعون لماذا الله قدر الشقاء لفرعون والسعادة لمؤمن آل فرعون لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن فرعون باختياره سيختار الكفر لذلك قدر له الشقاء ويعلم بأن مؤمن آل فرعون قبل أن يخلقه سيختار الإيمان لذلك قدر له السعادة فإذن الإنسان المؤمن سعيد ويحشر يوم القيامة سعيدا ويكون مصيره إلى الجنة من الذي قدر له السعادة الله سبحانه وتعالى لكن الله حكيم لماذا قدر له السعادة لأنه يعلم بأنه بحسن اختياره سيختار الطاعة والشقي الله قدر له الشقاء لكن هل ظلمه كلا لأن الله يعلم بأنه بسوء اختياره سيختار الكفر والعصيان لذلك قدر له الشقاء فإذن لا جبر وفي الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا بالأشقياء وبالسعداء وقدر السعادة للسعداء وقدر الشقاء للأشقياء ولم يكن بين ذلك منافات مع اختيارهم وأن عذاب الأشقياء استحقاق ولم يكونوا مجبورين على أفعالهم فليس هناك ظلم لهم وإنما ينالون عقابهم باستحقاق يعني يستحقون ذلك العقاب إذن الشبحة التي تسوق إلى الجبر بهذا البيان الذي يبينه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام تنحل الإمام في هذا الحديث أيضا يشير نحن نشوف بعض المسلمين بعض الفرق الإسلامية انحرفوا وقالوا بالجبر نتيجة كلامهم هو الجبر لماذا لأنهم لم يدركوا هذه الحقائق التي بيّنها الله في القرآن أيضا هذا الذين جعلوا القرآن عظيم يعني فرقوا بين الآيات يشوف آية لكن لا يرى آيات أخرى يشوف هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يشوف آيات التي تدل على القدر تدل على القضاء تدل على أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى لكن لا يرى آيات أخرى هذه الآيات الأخرى تبين أنه الله سبحانه وتعالى لماذا يقدر صحيح كل شيء بيد الله ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى ولكن لماذا الله يقدر لماذا الله يقضي بحكمة ومن الحكمة في أفعال العباد هو أن الإنسان بسوء اختياره حينما يختار المعصية الله سبحانه وتعالى يعلم بأنه سيختار المعصية لذلك لم يوفقه لذلك قدر له الشقاء انظروا إلى هذه الآيات مثلا آية تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم آية أخرى تقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وإلى آخر الآية لماذا الله سبحانه وتعالى ختم على سمعه وعلى بصره وعلى قلبه لماذا بحكمه آيات أخرى تبين مثل قوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين هو ظالم لأنه ظالم الله سبحانه وتعالى سلب لطفه عنه سلب التوفيق عنه لم يوفقه آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار في آية أخرى يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وغيرها من الآيات يعني هذا الإنسان بسبب سوء عمله الله سبحانه وتعالى يتركه وشأنه لا يلطف به اللطف الخفي طبعا كما ذكرنا فيما مضى مفصلان الله سبحانه وتعالى يبدأ الناس باللطف آصل خلقهم هذا رحم لهم الله سبحانه وتعالى جعل لهم الإمكانيات إمكانية المعرفة وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة يعني وسائل المعرفة أرسل الأنبياء عين لهم أوصياء أعطى الإنسان العقل أعطاه الفطرة يعني حيئ جميع وسائل الهداية إذا هذا الإنسان بسوء اختياره اختار الظلال الله سبحانه وتعالى لا يقطع لطفه عنه يلطف به يلطف به يلطف به يلطف به إلى أن هذا الإنسان بسبب سوء أعماله وكثرة قبائحه يفقد قابلية اللطف بعد هذا مقابل الرحمة بسبب سوء عمله الله سبحانه وتعالى يقطع اللطف والرحمة عنه يختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره بمعنى أنه الله يختم عليه بختم الشيقى أنه هذا الشقيه خلص لو كان إلى قابلية الهداية الله حيئ له الوسائل لكان يحتدي لكن بسوء اختياره وبسوء عمله سبب أن لا يكون له قابلية يفقد القابلية للهداية اللهم حكيم خلاص يتركه وشأنه لا يوفقه لا يلطف به إلى أن يموت على الكفر كما في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك هذه اللام لام العاقبة يعني نتيجة سلطتهم وإمكانياتهم أنهم يضلون الناس عن سبيل الله ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم يعني ذول بعد ما لهم قابلية للهداية يعني هل معقول أن نبي الله موسى ونبي الله هارون يدعون الله أن لا يهدي جماعة؟ نعم معقول لأنهم حاولوا مع هؤلاء محاولات كثيرة لو كانوا يستجيبون لتلك المحاولات كان الله سبحانه وتعالى يهديهم لكن فقدوا القابلية إذا فقدوا القابلية الله حكيم هذا بعد مقابل الهداية فليس من الحكمة أن يهديه إلا أن يجبر على الهداية والله سبحانه وتعالى يمتحن الناس في هذا الكون وحتى ذول اللي فقدوا قابلية الهداية هم في نار جهنم يسترخون ويقولون يدعون أن الله سبحانه وتعالى يرجعهم إلى هذه الدنيا حتى يعملون صالحا لكن هؤلاء كاذبون الآية الشريفة تقول ولو ردوا يعني من نار جهنم أخرجوا وأرجعوا إلى هذه الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بسوء أعمالهم ما لهم قابلية للهداية هذا النظير مثلا بعض الأحيان يوجد مجرمون محترفون عندما يقبض عليهم في المحكمة في السجن يبدون الندم لكن بمجرد أن يطلق سراحهم يطلق سراحهم يرجعون إلى الحالة السابقة التي كانوا فيها فإذن الله من الأزل يعلم بمن يختار الإيمان عن من يختار الكفر من يختار الطاعم من من يختار المعصية ويقدر الشقاء للشقي والسعادة للسعيد لكن تقديره ليس خلاف الحكمة ولا جبر وإنما لأنه يعلم بأن هذا الإنسان بسوء اختياره سيختار المعصية لذا الله سبحانه وتعالى يقدر له ذلك الشقاء ويعلن بأن هذا باختياره سيختار الطاعة فالله يزيد لطفه عليه ويقدر له السعادة هذا خلاصة الحديث طبعا شوية ألفاظ الحديث مستواها راقي والحديث يحتاج إلى دقة في هذه الكلمات لأن الروايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام تختلف عن القرآن في جهة وهو أن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أنزله على الجميع فمعاني عميقة لكن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إذا أي واحد يعرف اللغة العربية يفهم ظاهر القرآن طبعا بحاجة إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لكن هذا لا ينافي فهم الظاهر أما بالنسبة إلى أحاديث المعصومين عليهم الصلاة والسلام بثل أحاديث الرسول أحاديث الأئمة هؤلاء طارة كان كلامهم عام يلقونه بشكل عام فمتخذين نفس الأسلوب القرآني يعني معاني عميقة لكن بألفاظ ميسرة وأحيانا يتكلمون مع أشخاص مستويات الأشخاص تختلف واحد مستوى جدا نازل واحد مستوى جدا راقي فيتكلمون مع الذي مستواه راقي بطريقة تختلف عن الذي مستوى نازل أنت عندما تتكلم مع الطفل أو تتكلم مع أستاذ جامعة يختلف أسلوب كلامك طبيعي حتى لو أنت أعلم العلماء لكن عندما تتكلم مع الطفل لا تتكلم معه بأسلوب كلامك مع أستاذ الجامعة نعم تتكلم معه بصدق وبحقيقة وكلامك صحيح لكن المستوى يختلف كيفية الكلام يختلف لذا هذا الحديث الشريف مستوى جدا راقي ولعل السائل أيضا كان مستوى عالي فلذا الإمام يتكلم بكلام راقي وعالي وعميق فلذا يحتاج إلى توضيح عبارات وفقرات هذا الحديث الشريف أكثر من أحاديث أخرى عن أبي بصير قال كنت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام جالسا وقد سأله سائل سؤال السائل شنو كان قال جعلت في ذاك يا ابن رسول الله من أين لحق الشقاء أهل المعصية الكفار العصات كيف صاروا أشقياء حتى حكم الله لهم في علمه بالعذاب على عملهم يعني الله كان يعلم أزلا بأنهم أهل عذاب يعني أهل النار أفأنت تنقذ من في النار من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم الله لهم في علمه هنا فيه بمعنى السببية لأن كلمة في في اللغة قد تستعمل بمعنى لام التعليل مثل ذيك الآية فذلكن الذي لمتنني فيه امرأة العزيز قالت للنسوة حينما رأينا يوسف فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ماذا قالت لهم امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه يعني لمتنني بسببه حينما سمعوا فعلها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا لمتنني من اللوم فيه يعني بسببه كذلك هذا الكلام هنا حكم الله لهم في علمه يعني بسبب علمه الله بسبب علمه الأزلي قدر لهم العذاب لأنه أزلا يعلم بأنهم سيموتون كفارا لذا حين التقدير حين الحكم اللي هو التقدير حكم عليهم بالعذاب حتى حكم الله لهم في علمه يعني بسبب علمه بالعذاب على عملهم زين إذا الشقاء في علم الله أزلا أن هؤلاء أشقياء وقدر لهم قبل أن يخلقهم الشقاء فكيف هم مختارون فقال أبو عبد الله عليه السلام في جواب هذا السائل أيها السائل حكم الله عز وجل لا يقوم له أحد من خلقه بحقه الله سبحانه وتعالى حكيم عليم أعماله كلها حسب الحكمة نحن علومنا محدودة لا ندرك كثير من الحقائق وأكثر الأمور غائبة عنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إذن حينما أنت تريد أن تستفسر عن فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى التقدير من أفعال الله كثير من الناس لا يعلمون بذلك لا يدركون ذلك لأنه الله سبحانه وتعالى علمه لا نهاية له وعمله دقيق جدا بمقتضى الحكمة حكم الله عز وجل لا يقوم له أحد من خلقه بحقه نحن قد نعلم قليلا مما علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الرسول العم عليهم الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله علمونا بعض الأمور ونفس هذا الذي علمونا قد البعض يفهمه أحسن من البعض الآخر البعض أكثر علما من البعض الآخر ولكن مع ذلك نحن لا نؤدي حق الله سبحانه وتعالى يعني معرفتنا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى معرفة جدا بسيطة وقليلة ومعرفة الله سبحانه وتعالى لا حد لها ولا نهاية لها لأن الله غير متناهي فمعرفته أيضا غير متناهية ولذا مر سابقا وأشرنا إليه أن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة يزدادون علما في كل ليلة جمعة شنو هذا العلم الذي يزدادونه علم ما كان وما يكون وما هو كائن الرسول كان يعلمه بتعليم من الله سبحانه وتعالى وعلمه أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام علم الشريعة أيضا الله سبحانه وتعالى علم الرسول صلى الله عليه وآله كل علم الشريعة ولأئمة يعلمون علم الشريعة عزيلا التشريع الإلهي يعلمونه كله الحوادث التي كانت وستكون وهي كائنة الآن الله سبحانه وتعالى أفاض علمها إليهم أيضا فشنو هذه الزيادة في العلم هنا تحير العلماء في تفسير الأحاديث المستفيضة أن علمهم يزداد وأفضل تفسير لهذه الروايات أن علمهم بمعرفة الله سبحانه وتعالى يزداد هم في قمة الكمال من حيث المعرفة لكن لأن الله غير متناهي فمعرفته غير متناهية فباستمرار هذه المعرفة تزداد ولا نهاية الله دائما وإلى الأبد هذه المعرفة تزداد هكذا فإذن إذا نعلم بعض الأمور في المسائل العقائدية العقدية هذه لأن الله سبحانه وتعالى بيّنها للرسول والرسول بيّنها لنا وكذلك الأم عليهم الصلاة والسلام أخذوا علومهم من جدهم رسول الله وبيّنوها لنا لكن هناك كثير من الحقائق غائب عنه كما ذكرنا الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه يعني من معلوماته إلا بما شاء زين هذا كمقدمة الإمام عليه الصلاة والسلام يذكرها لهذا السائل ثم يدخل في صلب الجواب أن علم الله ليس سبب لأعمال العباد تقدير الله سبحانه وتعالى ليس سببا لأعمالهم هم باختيارهم يقومون بأعمالهم يعني نحن الآن باختيارنا نقوم بأعمالنا لكن الله أزلا يعلم بماذا سنختار وقدر الشقاء لأهل الكفر وقدر السعادة لأهل الإيمان فلما حكم بذلك يعني حكم بعذاب أهل المعصية بسبب أعمالهم وحكم بعدم عذاب أهل الطاعة بسبب طاعتهم هذا قبل أن يخلق الخلق قدر هذه الأمور لكن تقديره لم يؤدي إلى الجابر زين بقية الحديث إن شاء الله سنتلوه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى هذا هو آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة